يبدو أن حسم أيضا ما أقرأ فيه بيان لوقع العسكرية اليوم يقول أن المجموعة المنشقة تمثل السلطة وهي تعمل لصالح السلطة وأنها تقوم بمؤامرة ضد الأففاس والأففاس يتعرض إلى حملة ولكن يبدو أن هذه المجموعة عارضت توجه قيادة الأففاس إلى التحالف مع الـ RCD مع الـ MDS ومع حزب العمال لأنه حسب ما نفهم يعني حسب أنه قيادة الأففاس غلقت على روحها مع هذه الأحزاب هذه وفي حين أنه المطلوب الآن الانفتاح على أكثر على القوى الممثلة في الحراك في المجتمع وبتالي القيادة الجديدة هذه المنشقة تقول أنه قيادة الأففاس انحازت وغلقت على روحها وحتى تروحها في غيطة وفي حين يجب الخروج بالأففاس إلى أفاق أرحب وأفاق أوسع والنتيجة الآن أصبحت الأففاس برأسين يعني برأسين وسنشهت صرعات كبيرة ولكن الشيء يعني هل تقول أن تاكسيها بتاع أفونا؟ هل تقول أن الجناح التاع العسكري يقول لك الأمنية تعربة زير المتمثلة في جنرال التوفيق تحققت بأنه يعني بشين قاسم الحزب هنا يعني كما قلت تابلي من تهمين على وسن راما أنه غائب يعني هذه يعني يعني لا أظن أنه لا أعرف هل توفيق عديو تأثير ما عندوش تأثير ولكن المشكلة أنه الأحزاب السياسية لا تقبل بالرأي الآخر والمعارضة يعني كل مرة واحد يعبر على رأيه قال أنت كومبلو أنت على السلطة أنت على المخابرات ولا يحترفون بأن هناك مشكلة قيادة مشكلة في تسيير الحز في إدارة شؤون الحز ترجمة نانسي قنقر